اشتركوا في القناة وذهاب قليس الوزراء الحالي محمد الشيعة السوداني إلى نيويورك حضور اجتماعات جميع العامة للممتحدة بعد عودته تحدثوا الكثيرين قالوا أنه فتح مجال والناس الشركات تدفقت عليه واستثمارات كبيرة ووعود كبيرة واستثمارات وهذه قضية الاستثمارات منذ عام 2003 لحد الآن نسمع بقضية الاستثمارات أنه هناك استثمارات رهيبة في العراق ستبدل وهناك 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 وصلنا إلى الحد الاستثمار الصيني اللي هو المشروع الصيني البرنامج الصيني وناس تتقاتلوا يا الناس وهذا يقول الميليشيات يقولون ما خلونا ننفذ البرنامج الصيني ما خلونا مدري منه وتالي هطلع وزير منهم وزير المواصلات نقلوا المواصلات قال عندما جئتوا إلى الوزارة سألت على هذا البرنامج الصيني على هذا ال وين هذا قالوا لم يصلنا شيء يبحثوا دوروا كذا أي خبر عننا ماكم وطلعت كذبة كبيرة وأي وزارة ولم تخرج وزارة التخطيط وتقول هذا كذب لا احنا عدينا لا أبدا ولم تخرج الصين وتقول قدمنا عروض ولم تخرج حكومة وقالت لتسأل الصين أبدا تقول يعني اختارت الصمت وسكته وانتهى الموضوع وبالتالي نتحدث عن استثمارات وعدى لك أن نكون حقيقيين وواقعين عدا عقودة تراخيص النفط هذه اللي لزمتها شركات أجنبية شل ومشل ومعرف منه شركات كثيرة أمريكية وروسية وصينية ومعرف منها ومشغلون بها عراقي عدا هذه لطهم تراخيص الطهم حقوق النفط العراقي كله هذا عدا هاي لم تأتي شركات للاستثمار في العراقي أما يجيني واحد يفتح لأسواق يسوي لفندق لا أعرف شين هذا الكلام محيط يسوي لعمارة على أساس عمارة سكنية العراقيين ما يحتاجوها لأن طبيعة سكنهم وحياتهم تختلف عن هذا الذي ينشئونه وفيها غسيلة الأموال لهؤلاء الميليشيات واموال يغسلوها في هذه عمارات السكنية أو يجبوا لشركة معرفون تبلط أو تنظف منظفين شركة للتنظيف أجنبية وهذا استثمار يعتبروا هذه الكذبة عيب الاستثمار من يبني لك بنى تحتية من يسوي لك صناعة من يسوي لك زراعة من يسوي لك أصلح زراعي شيء تحس أنه البلد ينهض به هناك تنمية شركات تساهم في التنمية في العراق هذا هو واقع الحال أما تحدثت لي عن عن بناء فندق ما أعرف شنو سوي لي شنو تبلط لي شارع تنظف لي كذبة كبيرة كل الشركات طبعا وربما ذكرناها بالحلقة السابقة وبحلقات كثيرة والكل يعرفها أنه حتى الدول التي احتلت العراق توصي مواطنيها بعدم الذهاب إلى العراق لأنه غير آمن طيب إذا يتوصل المواطنين بعدم الذهاب إلى العراق فكيف مع المستثمرين من دولها هل تدفع بهم إلى العراق لكي يسرقوا كل الشركات التي جدت في البداية ب2003 وانخطعت فيها القضية 2003 2004 2005 بعدين جرت كتب وخرجت مذكرات وخرجت تقارير كثيرة تحدث أنه ماكو شركة دخلت العراق إذا ما ابتزوها وإذا ما أجبروها على دفع الرشا كل رؤساء الشركات اعترفوا بهذه قالوا الكل جبرونا على دفع الرشا ببساطة لأنه شارع مملوك للميليشيات والعصابات وهذه العصابات والميليشيات التي أسست الحكومة فالحكومة تقدر تحكي بها إضافة إلى هذا أن هذه الميليشيات وهذه العصابات لها وجود اقتصادي تسيطر على الاقتصاد والسوق العراقية فهي تنافس فيه وتريد أرباح به فكيف تقبل بمستثمرين وهي من تستثمر ويجب أن نثرب حين وحده هذا هذا الموضوع بتهريب أموال وبتهريب أموال لإيران فالموضوع يعني الموضوع لا يتعلق بالحوادث الأمنية فقط ولا ينتهي بالتنظيمات التي تكف وراها والمنظمات والحساب التي تكف وراها هذه الحوادث الأمنية لا الموضوع يتعلق برؤية استثمارية هل العراق المال جبان مثل ما يقال رأس المال جبان يريد بيئة آمنة مستقرة طبيعية لكي يستثمر فيها ويربح فيها ويفيد ويستفاد هو يريد أن يستفيد يعني أي صاحب شركة يأتي لتأسيس الشركة في العراق يجب أن يستفيد هو مجال خطر حيون العراقين هو يريد يستفيد بس بنفس الوقت يفيد يعني يستفادون العراقين لأنه خبرات وبنى تحتية ومكائن وكذا ومكنن واستصلاح للأراضي وبناء وطرق هذا كلما موجود فبالتالي أنه دولة لا قانون يحكمها يعني مثل ما يقال يعني رأس الشليل الضائع ما تدري يعني شلون شو نتحدث بياهم لا يمكن ضبط الأمور وبالتالي ما حالي حاسب منه ومن يحمي منه والأجانب يعني لا يقبلون بهذا هذا وضعهم هذا الوضع الآن في العراق أما من يتحدث عن استثمارات واستثمارات رهيبة وستأتي للعراق استثمارات رهيبة والعراقيين يعني يفرحوا كذبة كبيرة إيران عندها أكثر من مئة شركة في العراق وتستثمر لصالحها تستغل العراقيين وتستغل الموارد العراقية لصالح الاقتصاد الإيراني وليس لصالح العراق لا يستفاد أهل العراق منه هذا واقع الحال أما الحديث عن استثمارات ومعرف منه هكذا وقعنا الفلان عقد جبنا مدري منه وقفونا رئيس الوزراء ورثين يوقعون ورح يسوونا معرف منه وبالتالي تتدور فندق حيسو لكم مجمع سكني البلد لا يقف بالفندق والمجمع السكني نعم نحتاج هذا لكن نحتاج قبل هبونا تحتية نحتاج شوارع نحتاج صناعة نحتاج كهرباء نحتاج زراعة نحتاج تجارة نحتاج بناء مدارس نحتاج جامعات نحتاج نهضة تنموية نحتاج برنامج تنموي كامل باوي للأمد وقصير للأمد والساهم بهالي الشركات خل تربح ما يخال بس تربح نحن ضيفننا خبرة وضيفننا إمكانات بالخارج نحن ما موجودة عندنا هذا واقع الحال هذا الاستثمارات غير موجودة وبالتالي خلي قولونا قانون الاستثمار من أبدع ما يمكن هذا كل لا يساوي شيئا نحن نتحدث عن بيئة غير آمنة بيئة غير طبيعية شاذة لا يمكن لرأس المال لا يمكن الاستثمار أن يقبل بها وينمو بها أو يتوطن بها هذا واقع الحال ذلك الحديث عن هذه المواضيع يعني مجرس صفصة ولا تقبل من أحد وأهل العراق يعرفون بهذا الموضوع وقت هذه الحلقة قد انتهى عزيزي المشاهدين أترككم بخير وألتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة